بكم من جديد في أول حواراتنا في مناء القاهرة في هذه الليلة كما تحدثنا في التقرير أن الطاقة والطاقة المتجددة هي أبرز عنوين المرحلة القادمة لأهميتها في التنمية والاقتصاد لأن مصر يعني نفهم أين تقف مصر من هذا الموضوع هل هناك أزمة طاقة بالفعل في مصر هل هناك أزمة في إدارة هذا الملف ولكن لدينا الموارد يعني بعيدا عن التنظير وبعيدا عن ما نسمعه بشكل نظري نتحدث مع الخبراء في هذا الموضوع لنعرف على أرض الواقع مواردنا وأيضا ما يمكن أن نستحدثه في الفترة القادمة معنا في هذا الحوار يشرفنا الدكتور ماهر زغلول خبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ وأيضا الدكتور بهاء زغلول أستاذ متفرغ بمركز بحوث وتطوير الفيزات أهلا بكم معنا في من القاهرة أهلا بك دكتور ماهر نبدأ مع حضرتك ورح تطعام الدكتور بهاء نبدأ مع دكتور ماهر لأنه نقطة انطلاقنا عن الطاقة المتجددة الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني سمعنا عنها كثيرا في السنوات الماضية لكن أصبحت أمر ملح في السنوات الحالية لدرجة أن البعض يتوقع ربما لا قدر الله تكون سبب يعني نفذ الطاقة ليس الطاقة البديلة أو الحصول على الطاقة ممكن يكون سبب في سراعات ومواجهات بين دول العالم السؤال الآن هل فكرة الطاقة البديلة من الممكن بالفعل تكون حل للطاقة المعتادة التي أعتدنا عليها القرون البترول والفحم وما شابه بالتأكيد الطاقة البديلة تستطيع أن تؤدي دورا عظيما في حل مشكلات الطاقة على مستوى العالم كله ومش بس على مستوى مصر لكن ما هو المقصود بالطاقات البديلة حضرتك دخلت مع الطاقات البديلة طاقات أخرى لا نستخدمها مثل الفحم والنوة لا لا كل ما لا نستخدمه يعتبر طاقات بديلة يعني نحن لا نستخدم إلا طاقة البترول أو المواد البترولية والغاز الطبيعي والمواد البترولية فهو مصدر وحيد نستخدم باستثناء الطاقة المائية لا نملك من مصادر الطاقة إلا مصدر وحيد هو المصادر البترولية إذن المصادر البديلة بالنسبة لنا تبقى الطاقات الجديدة والمتجددة الطاقة النووية طاقة الفحم طاقة الكتلة الأحيائية وذي تدخل تحت الطاقات الجديدة والمتجددة الطاقات الجديدة المقصود بها طاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة الكتلة الأحيائية فده كله بالنسبة لنا يعتبر طاقات بديلة ليست فقط الطاقات المتجددة أما إذا كان المقصود بالطاقات المتجددة بالطاقات البديلة في استخدام سيادتك لها هو الطاقات المتجددة فحدث ولا حرج مصر تتطلع بطموح بالغ لاستخدام الطاقة الشمسية وعندها زخم عظيم في استخدام طاقة الرياح خاصة على المناطق التي تصل فيها سرعات الرياح ما بين 10 إلى 14 متر في السنة زي خليج السويس وهي أعلى سرعات الرياح في العالم فإحنا عندنا بوتينشل أو كومون أو احتمال لتوليد طاقة الرياح يصل إلى 20 ألف ميجاوات في أقل التقديرات وممكن يزيد عن كده وعندنا بقى الطاقة الشمسية مصر تتمتع بإشعاع شمسي عظيم يعني لو تندهش ويندهش السادة المشاهدين لو عرفوا أن المتر المربع الواحد من الأرض التي تسقط عليها الشمس في مصر يمكن أن يولد 2500 كيلو وات ساعة في السنة يعني في اليوم الواحد من 5 إلى 7 كيلو وات ساعة على المتر المربع الواحد من أشعاع شمسية يمكن توليدها رغم كل الكلام الرأى بتاع حضرتك ده لكن لسه في مشكلة الطاقة في مصر بالتأكيد لأن الطاقة المتجدية المشكلة هنا بس في التمويلة دكتور لا أنا أقول لحضرتك حاجة البعض يتصور أن نحن تأخرنا كثيرا في تطبيقات الطاقة المتجددة إطلاقا أنا أقول لحضرتك الموقف على مستوى العالم على مستوى العالم بدأ اهتمام الدنيا بالطاقات المتجددة بعد أزمة 73 بعد نصر يعني أثناء حرب أكتوبر أزمة بالنسبة لهم هم أثناء نصر الحرب التي حققنا فيها نصر أكتوبر العظيم 73 لما توقف تدفقات البترول للعالم الغربي ابتدى العالم كله يتيقز إلى أنه لا لا يمكن يحط نفسه في عنق زجاجة ولازم يبتدي في أبحاث الطاقات المتجددة بدأ الهتمام بالطاقة المتجددة على مستوى العالم 73 من 73 للنهاردة حوالي 43 سنة تعرف الطاقة المتجددة تشارك في الطاقة العالمية بقد إيه؟ في توليد الكهرباء 1% متأسف على مستوى الطاقة الكلية 1% وفي توليد الكهرباء 3% تولد 43 سنة تقدمت فيها تقدم هائل ومع ذلك كان ارتفاع تكلفتها بدرجة فلكية منعت استخدامها وانتشارها إلى حد وبالتالي احتاجت دعم حكومي في البداية احتاجت دعم حكومي هائل من كل دول العالم أنت تندهش لو قلتلك حتى سنة 2013 ألمانيا دعمت الطاقة الشمسية في بلادها ب16 مليار يورو ادت للناس دعم 16 مليار يورو ده الكلام ده 2013 فيه دعم حكومي هائل علشان تبتدي تنتشر مصر استخدامها للطاقة المتجددة حتى الآن 1% احنا قريبين قوي من العالم لأن المحددات زي ما قلت لسيادتك محددات ضخمة وكبيرة طيب دكتور بهاء يعني كما تحدث وتفضل دكتور ماهر لدينا الموارد لمثل هذه الطاقات المتجددة والجديدة وأننا لم نتخلف كثيرا عن العالم لكن موقف مصر يعني هل البدائل المتاحة لها وعلى الأرض يعني احنا بنسمع عن الكلام كتير لدينا الإمكانات ويمكن النوهاو هل لدينا النوهاو أو كيفية استخدام ده ومتى سنرى على أرض الواقع وليس نسمع فقط عنه بشكل علمي وحديث أنا سأريد أن حضرتك ذكرت تكلمت النوهاو لأنه دي أهم حاجة في الموضوع إحنا الحقيقة بنتكلم كتير جدا عن استخدام الطاقات البديلة والطاقات المتجددة وبنتكلمش في الموضوع عضرة إلا بتحصل أزمة إحنا فين من زمان عشان نتكلم في هذا الموضوع فإحنا بنتكلم بتحصل أزمة وبعدين لو انفجرت الأزمة بننسى الموضوع ده خلص فحتى لا تناسى هذا الموضوع حضرتك قلت النوهاو إحنا من السهل جدا نمتلك النوهاو لإنتاج وحدات إنتاج الطاقة الجديدة وهنا نربط الفرس أنا مش عايزة بقى يوزر فقط مستخدم فقط للطاقة البديلة لأن أنا لو مستخدم فقط يعني أكدني بحاول مصل البوتيك للصين والمانيا وإنجلتورة وفرنسا يجيبوا ويركبوا وشغلوا هنا بقى نقطة ضعفة اللي هتبقى زي هتقول عمرنا إن إحنا بنستورد كل حاجة نستورد المعرفة نستورد النوهاو نستورد المؤدات نستورد حتى الخبرى بنستوردهم ليه إحنا ما نعتمدش على نفسنا في إحنا ننتج الوحدات اللي بتنتج الطاقة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وعندنا الإمكانيات لهذا وهذكر على سميع المثال الطاقة الشمسية في نوعين من الطاقة الشمسية في اللي هي بنسميها الفوتوفلتايك أو الخلايا الفوتوفلتية وفي الوحدات الحرارية الطاقة الشمسية الحرارية سواء دي أو دي كل مؤداتها من الممكن جدا استصنحها في مصر لو احنا خدنا الطاقة الشمسية الحرارية اللي مسميها CSPs دي عبارة عن ميريات إزاز عاكسة وسطيل يعني صلب يعني الحوامل صلب وبتركب على صلب وفيها شوية موتورات بتلف مع الطاقة مع تجاهات الطاقة يعني كلها شغل صلب زي أي شركة هنا ممكن تعمله والميريات مصانع الإزاز اللي في مصر أو يعمل مصانع إزاز جيل لأنها نوع خاص من الإزاز مش نفس النوع لبنتك حاليا النوع خاص يكون نسبة الحديث فيه وطية جدا من الممكن انتاجه إلا أن الشركات اللي موجودة حاليا بدارش تنتج دوت لأن الطلب قليل ما يشغلش مصنع فهنا لو سياسة دولة حددت بالصبت عايزة كم جيجاوات من الطاقة الشمسية فورا الصناعة هتتجه إلى إنتاج هذه المؤدات فورا لأنها عملية مرباحة بالنسبة لها إنما الصناعة دلوقتي ما بتفكرش خالص ومش هيفكره خالص إلا إذا تعرف مسبقا كمية الطاقة اللي هتنتج أديه لأن على أساسها الوحدات اللي هتنتج يبقى تسمح بالتصنيع المحلي ده بالنسبة للجزء الحراري لتصنيع الوحدات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة لكن بابقى سؤال برضو في فكرة هل إحنا عندنا برضو مشكلة في الكوادر البشرية يعني معاهد بحوث أو أساتذة أو طلاب أو ما شابه أو يعني قامات كبيرة زي حضرتك وزي دكتور ماهر هو يعني الكوادر البشرية لا موجود الحمد لله موجوده بكثرة بس بكل أسف موجود في البحث في البحث سواء في الجماعات أو في المراكز البحثية بيشتغلوا عدد كبير جدا من البحث والأساتذة بيشتغلوا في هذا المجال لكن بكل أسف لأنه ما فيش إنتاج صناعي فكل واحد بيشتغل في اتجاه يعني مختلف عن التاني بس ده مش حاسينه أو لمسينه يا دكتور يعني إذا كان فعلا موجود المعاهد دي ونشتغلوا بالطور أذكر بالأسامة منيط البحث والتكنولوجيا في بورج العرب جامعة اليابانية المصرية جامعة البريطانية جامعة القاهرة أنا أصدر دكتور حتى الدولة إن لم تكن قد حسنت قرارها وتجهت تجاه الموضوع لكن مثلا مراكز البحث أو الجامعات أو ما شابه وكلت بخصصة ما شفناش مثلا تجربة عملتها في بعض القرى أو بعض البيوت أنا ريتها بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أقول لحظك على حاجة جامعة القاهرة عملت وحدة كاملة للطاقة الشمسية الحرارية موجودة في كلية الهندسة في الشيخ زايد موجودة واشتغلت وشغالة دي تجربية وكل التصميم هم اللي عملوا به أساس كلية الهندسة جامعة القاهرة وعملوا وشغالة وحدتها كياريت وتاخدوا الكاميرا وتصوروها هناك شغالة التصميم من علف اللياء بتاحهم التنفيذ كله تصنعها محلية وموجودة في قسم اعدادي لكلية الهندسة جامعة القاهرة في الشيخ زايد في غيرها في برج العرب في غيرها في جامعة بريطانية لا ما خرجتش للناس ماش هتاخر بالناس لان دلوقتي دي سياسة التصنيع الجامعات ما متصنعش جامعات ما متنشلش مصانع انما الكوادر العلمية موجودة التكنولوجيا موجودة الخبرات موجودة مطلوب بقى ان احنا دولة تركز على انها تخش في مجال التصنيع سواء دولة سواء القطاع العام العمال العام او قطاع الخاص حقيقة الامر القطاع الخاص مش يخش دلوقتي في مجال التصنيع فليقدر على انه يخش دولة ممثلة في قطاع العمال العام مقطاع العمال العام البنية التحتية موجودة لهذه الصناعة يعني على سبيل المثال شركة في اسوان بتنتج اسميدة مشهورة جدا من اكبر شركات الاسميدة اخباص عندها بتنتج سبيكة الفيروسيليكون انتاج السيليكون في لازل السيليكون اللي بيستخدم فيه الطاقة الشمسية بنفس التكنولوجيا بنفس الافران بس بيبقى لها يعني مفرعتين الموزين هي يعني مش فرعتين هي نفس التكنولوجيا ونفس الخبرة دي هتستخدم فيه انتاج السيليكون دي اول مرحلة من مراحل انتاج السيليكون ده بسميه السيليكون الفلزي بعد كده بنعمله عملية تنقية عشان نوصل لدرجة النقاوة بتاعته لتسعة وتسعين وستة تسعت عشان يبقى يستخدم في الطاقة الشمسية هذه العملية عملية كيموية بحتة ممكن تعمل في شركة اخرى تابعة شركة القبضة لصناعات الكيموية برضو في اسكندرية شركة كيموية انا مش عايز اقول اسامية في اسكندرية هذه التكنولوجيا تعتمد على وجود غاز الكلور وحامد الهايدروليك والهايدروجين موجودين بكثرة في هذه الشركة وعنده فايض والكهرباء موجودة ومساحة الارض موجودة وكل ما هو مطلوب لهذه الصناعة موجود في الشركة نفسها فده الاسمارة تبقى أقل ما يمكن انه قريد انت عندك الأساس بعد كده بتطلع اللي هو بنسميه قالب السيلكون قالب السيلكون ده بتاخد قطع سلايس كده زي شرايح هذه الشرايح بيبدأ نعمل عليها نعمل عملية اسمها دوبينج اللي هي عشان تبقى تحول لي خلايا شمسية دي بعد كده عملية صناعية تانية ممكن اي حد اختار خاص يعني يا وحرارك بتكلم مكناش متخلية مأيين المسألة تكون بسهولة بسهولة جدا صحيح بسهولة جدا وده بيطرح سؤال أكبر احنا درسينها وعارفينها واشتراكنا انا كان لها الشرف ان اشترك فيه مع جهات أجنبية البنك الدولي والجهات أخرى عمل الدراسات استراتيجية المصر الوضع خريطة للتصنيع المحلي لمهدات الطاقة الشمسية والطاقة الرياح في مصر وكل اسف هذه التقارير موجودة في الأدراج يعني يجب تطلع يعني دكتور ماهر يعني واحنا نتحدث الآن بأن كان أصلا صور بالموضوع عايزنا نتحدث عن الاستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ولكن يبدو أنه حتى بالخبرات الأوروبية بأن التوجه الحكومي هو ما يشجع القطاع الخاص أن يدخل في مجال مفتوح أصلا في هذه الدولة هل ترى أو تعرف أو يعني تطمننا أنه في التوجه الجديد نتكلم بقى مصر جديدة وفكر جديد ويمكن يعني الطاقة أو أزمة الطاقة التي نشهدها جميعا كمواطنين يعني أكثر دافع عشان بجد ناخد خطوات حقيقية في هذا المجال فهل تلمس أنه فيه توجه جدي فعلا من قبل الحكومة للدخول في هذه المجالات المهمة فعلا الحقيقة فيه توجه جدي جدا وهنشوف نتائجه أو بشائره في الواقع قريب جدا أو بالفعل بدأت بشائره الدولة وزارة الكهرباء والطاقة لها خطة لتنمية الطاقة الرياح وتنمية الطاقة الشمسية النهاردة مطروح 1500 ميجا واط مزارع الرياح للقطاع الخاص يدخل فيها وعملية الطرح والترسية والكلام دي ماشيين فيها تماما عندك 1500 ميجا واط من الويند الحكومة أو الزرطة الكهرباء من الرياح هتقوم بيها و1500 مطروح للقطاع الخاص ده for the time being دلوقتي إنما حتى 2020 اللي هيكون مطروح للقطاع الخاص حوالي 4000 ميجا أنا بقول لحد 2017 1500 الحكومة تعملها و1500 عملها القطاع الخاص بالنسبة للطاقة الشمسية متاح الآن وزارة الكهرباء هتعمل محطتين خلايا فوتفولتية مرتبطة بالشبكة واحدة في الغرداء 20 ميجا واط واحدة في كومومبو 20 ميجا واط وفيه solar concentrators اللي هي المركزات الشمسية حوالي 100 ميجا واط هتبقى في كومومبو دي الوزارة بتعملها لكن ما تروح 10 في 20 فوتفولتية 200 ميجا فوتفولتية للقطاع الخاص واخد بالحضراتك مش بس كده في حاجة جوهرية للقطاع الخاص تشجيع القطاع الخاص وهو تعديل تشريعي في القانون يسمح بانه يبني ويولد وتشتري منه الدولة التوليد الكهرابي بتعريفة مميزة بيسموها تعريفة التغذية او الفيد ان تعريف التعريفة التغذية دي هي تعريفة اكبر من التعريفة اللي بتتعامل بها وزارة الكهرباء علشان تشجع المستثمر انه يمضي في هذا السبيل ويتور ده سلوك تسلو حضرتك فكرة دخول القطاع الخاص دي حاجة اسمها صندوق الطاقة المتجددة لحد لما يحصل التشريع هيمكن شركة 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 المصير لنقل الكهرباء من شراء الانتاج الاتي من الطاقة المتجددة من القطاع الخاص بتعريفة التغذية الكلام ده تشريعيا بيتم الان طيب لحد لما نوصل لعشرين عشرين والتعديلات التشريعات تحصل والقطاع الخاص يبيع الكهرباء لا التشريعات هتصدر خلال طيب هو هيشارك هيشارك شهور قليلة يعني فعلا هو هيصنع ويبيع او هيولد الكهرباء بص ما فتح له المجال انه هو ينشئ المحطات قد يستوردها وقد يصنعها انا عايز بس اعقب على كلام ايه العائد فيه احنا عندنا المصانع الحربية احدى القلاع العظيمة في مصر للتصنيع ففيه مصنع انا برضو جاريا على النهج مش هقول الاسم لكن فيه مصنع الان من المصانع الحربية ينتج الخلايا الفوتوفولتية طيب كويس وعرضها في معرض تم في لقصر وشفناها بعين بعينينا وشرحوا لنا عشر خطوات لانتاج الخلية الفوتوفولتية في النهاية وعارض نمازج من انتاجها مصر تصنع الان لعل البعض بيعتقد انه هذي تكنولوجيا حكرة على دول بعينها ربما يعني كانت حكرة ولكن الانتشار التكنولوجي وانتشار المعرفة واخد بالحضرتك والكوادر الممتازة التي تعلمت انتو كلامكم مطمئن جدا تبا دكتور بها في ظل هذا الحديث المطمئن بيتضاءل الحديث عن فكر توليد الكهرباء من الطاقة النووية يعني ملوش لازمة لا تحدث عن مفاعل يعني مش عايزين نخلط الخيوط ببعض لا انا اصدي انه البعض بيتخوف من المفاعلات النووية رغم انه بيقولوا انها الامثل والارخص والاقدر على توليد طاقة كهربائية بكميات كبيرة لكن الغلطة فيها بيكون لها تدعات سلبية كثيرة من هنا بيأتي التخوف وفكر حتى النفايات اللي بتنتج عنها ففضل الكلام الرائع ده ملوش لازمة بقى نتكلم عن مفاعلات نووية لا ما دارش اقول ملوش لازمة كل حاجة لها كل حاجة لها يعني وضعها يعني المفاعلات نووية بس انت عشان تتقرر النهاردة وتبدأ تمدي العقد النهاردة عشان منفاعل نووي مش قبل 8 سنين هينتج يعني مش قبل 8 سنين يبدأ ينتج من 8 إلى 10 سنين وبعدين تكلفته يعني الاستثمارية عالية نسبية اما المخاطر احنا ليه ما نتعلمش ليه ما نبقى ازاي يوم ليه ما يا الفكرة تطبيق قواعد ضبط وتوكيد الجودة في كل العمليات من الالف للياء واحنا فعلا تعلمناها في الستينات والسبعينات والثمانينات وكان عندنا هاي الطاقة الزهرية ربط كوادر على اعلى مستوى والعلم حضراتكم ان هذه الكوادر بتعمل في كل العالم دلوقتي لانما توقف فكرة المفاعل كلهم هجروا واشتغلوا فيه اما الهيئة الدولية التقاث النووية او اشتغلوا فيه بلاد اوروبية او امريكية او حتى في اليابان على اعلى مستوى من الخبرة الممكنة يوم ما هنقول ان اشتغل الناس دي هترجع كلها ويتشتغل زايد ان احنا نبدأ نربي كوادر جديدة فعملية اننا اخاف النهاردة مع التقدم التكنولوجي والتقدم العلمي كل حاجة لها محسوبة بالملي يعني فيه حاجة اسمها دلوقتي في الجودة يعني صفر مخاطر صفر مخاطر احنا لازم نتعلم هذا حتى في الصناعة العادية التقليدية عشان نصدر وعشان نبقى بلد صناعية اما الناس ده ثقافة الجودة ضبط وتفقيد الجودة لازم تبقى عندنا وهي ما تبقى عندنا انا ايه لي خوفني زي زي اي دولة تانية زي ده عندنا المناخ يسمح بذلك نحن عندنا الزلازل عندنا يعني ارض مستوية عندنا الحمد لله ربنا بدينا طبيعة من احسن ما ينصر دكتور مهر عزي عقب انا عايزي عقب على السواد لا يمكن ان تقوم الطاقة المتجددة مقام الطاقات الاخرى كالطاقة النووية وطاقة الفحم وطاقة الغاز الطبيعي او المنتجات البتورية ليه فيه عيبين رئيسيين يرتبطان يرتبطان عيبان رئيسيين يرتبطان بالطاقة المتجددة اول عيب انها متقطعة فانت عندك الشمس من سبعة صباحا لستة مساء مثلا في اقصى التقديرات وبعاية انقطع ما فيه الشمس من ستة لسبعة صباحا ثاني يوم من ستة مساء كمان ممكن يبقى عندك رياح تولدلك تلتميت ميجا دلوقتي وبعد ساعة واحدة يبقى عندك رياح تولدك ثلاثة ميجا وبعد ساعتين ميتين ميجا وبعد ساعة أربعة ميجا فأيضا العلم ما تتورش في فكرة تخزين الطاقة مش بس متقطعة من هولك التخزين مش بس متقطعة مترجحة زي ما اللي هي متذبذبة كده ممكن تطلع الساعة سبعة ضعيفة وتقوى تقوى تقوى توصل للساعة اتناشر المكسيمم وبعدين تنزل تنزل تبقى زيرو على الساعة ستة فمترجحة ومتقطعة ولذلك لا يمكن انك تعتمد عليها الوحدة اذا انت تحتاج للتوليد الجسيم زي الطاقة النووية والطاقة وطاقة الفحم انا اقول لك المانيا فيها تلاتة وتلاتين الف ميجا واط طاقة شمسية فوتوفولتية قد القدرات المركبة في مصر كلها عارف مساهمتها في مزيج الكهرباء المولدة قد ايه اربعة وستة من عشرة في المية التلاتة وتلاتين الف ميجا واط دي لا تولد لها الا اربعة وستة من عشرة في المية من اجمال الطاقة الكهربية بتاخد الباقي منين خمسة واربعين في المية من الكهرباء مولدة بالفحم عندها محطات نووية عندها بعض الانواع الاخرى لكن الجسيم عندها اللي شايل اللي شايل الحمل الكهرابي كله خمسة واربعين في المية النووي لكن حوالي أكثر من 15-20% فإذا أنت لا يمكن تغنيك الطاقة لكن الطاقة المتجددة تستطيع أن تشارك حتى 20 أو 30% يعني مصر تتطلع سنة 2017 أنا قلت لك النهاردة في الكهرباء مشاركة الطاقة المتجددة ما تزيدش عن 1% إحنا تقريبا نتطلع 2017 تبقى 6 و3 من 10% لو 2030 العالم كله عنده حلم أن يصل بالطاقات المتجددة 2030 ما بين 20 إلى 25% هي دي بالضبط مصر بقى محتاجة حوالي 15% نووي عايزة حوالي 25% فحم عايزة حوالي لو عرفنا نوصل لـ 20% طاقة متجددة بهايل ننزل الغاز الطبيعي من 92% ينزل لـ 25% عشان نوفره لبقية الاستخدامات أنت عندك المزيج لازم يتعدل بس لازم يكون فيه مزيج فيش حاجة اسمها أبدا أن الطاقة المتجددة لأن أذيع خطأ ونشر خطأ من كسرين تحدث عن الطاقة المتجددة إنها هي الحل السحري تضغط على زر تنزلك الشمس وتعب الشمس في أزايز مش ممكن لازم لما تقول الحاجة قولها في الاسكوب الكبير يبان حجمها وإذا حجمها زي ما قلت لسياتك على مستوى العالم وعلى مستوى الدولة زي أمريكا واحدة من الدول اللي مشيت في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة كتير قوي أمريكا عندها 12% طاقة متجددة في وسط المزيج لكن عرف الشمس فيها تسوي ايه اتنين من عشرة من الواحد الصحيح في المية عشان بس ناس هيخد مهما كانت كبيرة لكن في وسط المزيج الكل اتنين من عشرة الصين عندها نفس النسبة اتنين من عشرة من واحد صحيح في المية وعندها أمل سنة 2040 توصل لتنين في المية أنا بس عشان الناس تبني تصورات سريع إذن مصر مصر لازم تبني الوحدة النووية الأولى فوراً وتدخل بعدها بتمن تسعة وحدان يعني الخطة المستقبلية لمصر يجب أن تجتمل على من 18 مفعالات نووية من 10 إلى 15 محطة فحم عايز تجيب من النووي حوالي 14 ألف ميجا ده لحد 2030 لحد 2030 مصر عايزة 30 ألف ميجا أو 33 ألف ميجا عارف لحد 2030 عايز تضيف حوالي 75 ألف ميجا تجيبها منين إلى 75 ألف ميجا لو عملت 15% من الطاقة المتجددة أو 20% أنت لسه عايز توليد جسيم فبنقول حوالي مثلاً من 12 ل 16 ألف ميجا واط من النووي أنت عايز تقريباً حوالي 20 ألف ميجا واط من الفحم وهكذا فأنت لازم تنوع بسرعة جداً سلة الطاقة وتفتح على كل الخيارات طب دكتور بها يعني انطلاقاً مما ذكره دكتور ماهرة الآن فكرة المزيج والتنوع في الطاقات الحالة المصرية إيه المزيج الأمثل إذا صح يعني القول وإحنا في الحالة حالاً يعني من انطلاق الآن إيه أكتر مجال مفتوح في مصر فعلاً سواء بتوجه حكومي وبالتالي تشجيع الاستثمارات بتاعة القطاع الخاص في هذا المجال هو زي ما قال مهر بيه هو المزيج ده لابد منه وبرضو مهر بيه قال إن الطاقة مشكلة الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح إن هي متزبزبة طبعاً عملية الزبزبة لها حلول علمية وتكنولوجية بس أتاكوست يعني مكلفة مكلفة بترفع من سعرها صحيح إنما إحنا عندنا برضو فرص فرصة أخرى هيلة جداً لو أحسن استغلالها أنا هبقى كسبان اللي هي إن أوروبا عندها مشروع كبير جداً طموح اللي هو إن تاخد تستوى الطاقة الشمسية من شمال إفريقيا كله وبسموه المشروع الديزر تيك اللي هو تكنولوجيا السحراء وهي رصد مبالغ مهولة لهذا المشروع وفعلاً تم يعني الجزائر بدأت المغرب بدأت أعتقد تونس يعني دخلة في الموضوع وإحنا المفهود نخش وحتى خط الشبكة تقريباً وصلت يعني في شبكة مبوضة لتصدير الكهرباء إحنا لابد نخش في هذا المشروع ونبقى شركة فيه وده يبقى محتاج جهود مدنية من وزارة الخارجية وزارة تعاون الدولي ووزارة الصناعة ووزارة الاستثمار كل الوزارة وإحنا مشكلتنا في مصر إن إحنا بنشكل في جزء منعزلة عشان تحل مشكلة الطاقة في مصر ما هيش مشكلة وزارة الكهرباء خالص لوحدها وزارة البترول وزارة الكهرباء وزارة المالية اللي لازم توفر العملة الصعبة عشان تساورد الغاز والمترول أو تسدد الفلوس اللي علينا الجمارك عليها دور البيئة عليها دور كل هذه الوزارات عليها دور مهم جداً لابد أن تعمل معاً في كيان واحد عشان نحط نخطة الاستراتيجية بتكمن الطاقة لأنه الوقت بيأمضي سريعاً وفيه جزء مهمة لابد أن ألتفت إليها لعل دكتور مهر أشار إليها في ثانية حديثة فكرة أن الطاقة المتجددة طاقة متأرجحة ما تقدرش تطبيتها بأيديك بس تكنولوجيا بتغلب عليها بس هنا نقطة لازم ألتفت إليها دكتور بهاق وفكرة أن التغيرات المناخية إحنا دلوقتي بنسمع أنه فيه ذوابان جليد وفيه غازات تنبعث من هذا الذوابان فبتأدل الارتفاع على درجة الحرارة بشكل غير متوقع هذه التغيرات المناخية بشكل أو باخر ممكن تأثر على كل الكلام الجميل لحضرات كولتو ده يعني فجأة تكتشف أنه ده فجأة لا يمكن التحصل عليه مع التغيرات المناخية الرهيبة أو السريعة أو الحادة يعني إذا كان هناك تأثير فمش أسلبي بالدرجة أن تقول لا أنا مش هعمل ده بالعكس يعني يعني وبعدين التكنولوجيا تتغلب الحوف أنت ما تعملش أنت ما تلاقيش ما تلاقيش إيه؟ لا ما تلاقيش مثلا أنتطقة رياح الشمس هتنعادل من مصر مش هيحصل الرياح هتنعادل من مصر مش هيحصل يعني المصدر الرئيسي للطاقة الشمسية والطاقة الرياح هيفضل موجود هو إذا كان هناك هيبقى ارتفاع نسبيا في درجة الحرارة أو في الرطوبة أو الخفاض نسبيا في سرعة الرياح إنما موجودة أو رامة هتنجاح تغيرات دي بتفرد تحديات أكبر ولكن لا تمنع دكتور ما لا دا أنا عايزة أقول حاجة تانية التغيرات المناخية حادثة حادثة لأن نسبة غازات لاحتباس الحراري بتزيد بتزيد ولكن يقدر لها أنها تصل للبيك سنة 2030 وبعدين يكون العالم وصل للتكنولوجيات اللي تتحكم في الانبعاثات فتبتدي تثبت أو تقل فأحد الحلول لتثبيت غازات الاحتباس الحراري التقات المتجددة والطاقة النووية لأن التقات المتجددة لا يبتعس عنها غازات احتباس حراري لاحظ أنه في كلام حضرتك ذكرت مرارا توليد الكهرابة بالفحم أيه فندم أنا أقول لك دلوقتي سيئ السمعة أنا أقول لك حالا والطاقة النووية لا يبتعس عنها غازات احتباس حراري الفحم كان أكتر وقود أحفوري يبتعس عنه غازات احتباس حراري ولكن لما ترفعت الكفاءة من 38% كفاءة المحطات ل52% نزل بتعسات غازات الدفئة من الفحم إلى أقل من الغاز الطبيعي يعني بتكنولوجيا الفحم لا يزال إلى أقل من الغاز الطبيعي في تكنولوجيا تانية دلوقتي اسمها Carbon Capture and Storage اقتناص الكربون وتخزينه بيرشحوها أنها تبقى مترادفة مع محطات الوقود الأحفوري بصفة عامة عشان تاخد وتنزع ثانية أكسيد الكربون إذن هذه الطاقات خصوصا البديلة لها دور عظيم في حماية العالم من زيادة غازات الاحتباس الحراري أنا عايز بس أضيف حد تصغير في عجالة عجالة طاقة متجددة زي ما قلت عيوبها الترجح والتقطع هذه يمكن معالجتها بالتكنولوجيا زي ما أستاذنا الفاضل الآن بنظم التخزين لكن نظم التخزين النهاردة بترفع تكلفة الكيلوات ساعة إلى أكتب من 35 مرة تكلفتها اللي احنا بنستخدمها النهاردة 35 ضعف لو استخدمت نظم التخزين فعليها كونسترينس أو عليها محددات كبيرة لكن إذا كان فيه مشروع زي الخطة الشمسية المتوسطية اللي أوروبا حطى لها حوالي 1 تريليون يورو فإحنا ممكن يجي حد ينشئ المحطة دي بنظم التخزين ويأخذ نص تهربة المولدة ويدينا النص بتاعنا زي البترول ما هم ييجوا ويحطوا فلوسهم ويطلعوا البترول ويأخذ 40% ولا نسبة معينة نظيرة التكاليف اللي حطها ونأخذ إحنا لأنها أرضنا ومواردنا نأخذ إحنا الباقي ممكن ده يتم في المحطات الشمسية يجي بفلوسه كلها ويعمل نظم التخزين ويدفع كل اللي عايزه يأخذ نص الكهرباء ويدينا نصها عايزة تحرك كل المزارات المعنية عايزة إرادة سياسية وعايزة 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 عايزة التشريعات وعايزة حاجات كتير يعني نشكركم جدا وشكرين حتى على نصورة يبصون طاقة أمل مشروطة يعني في هذا المجال نفسي لو نيات توفرة النيات صحيح ولمشروطة عشان كده بالتنسيق هو وجود الإرادة شكرا لك دكتور ماهر عزيزة خبير الطاقة والبيئة وتغير المناخ شكرا لوجودك معنا وشكرا لك دكتور بهاء زغلول وأنت أستطيع متفارغ بمركز بحوث وتطوية الفرزاز شكرا لوجودكم معنا في من القاهرة